وإلى أخبار الاقتصاد الأمريكي حيث خفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تشهد مستوى متدني من تسريح العمالة وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مائتين واثنين وعشرين ألفا في الأسبوع الماضي وبالنسبة للبورصة عادت وول ستريت للمراهنة على تخفيضين لمعدلات الفائدة بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس في كل مرة من قبل الاحتياط الفدرالي هذا العام إذ يرى المتداولون فرصة بنسبة تتجاوز اثنين وسبعين في المائة للتخفيض الأول في سبتمبر القادم هذا ويتجه مؤشر داون جونز لتجاوز مستوى أربعين ألف نقطة للمرة الأولى مدعوما بالنتائج الفصلية القوية وارتفاع الرهانات على تخفيضات معدلات الفائدة لتصبح وكاسب المؤشر أكثر من عشرة آلاف نقطة في أقل من عامين كما ينتظر المستثمرون أيضا النتائج الفصلية من وولمارت مما يعطي مؤشرا على إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسهم شركة التجزئة بأكثر من واحد في المئة في تداول ما قبل السوق ترجمة نانسي قنقر